طبعا يمكن حل الموضوع محاسبيا يعني قرار محكمة الاتحادية هو بات ملزم المصروفات مرفوضة لكن السلف مسموحة فجميع الاموال التي ذهبت الى الاقليم قبل قرار محكمة الاتحادية اذا كانت وزارة المالية مباوبة كمصروف نهائي يتم عكس القيد من مصروفات الى سلف والمستحقات التي ترتبت على الاقليم نتيجة عدم قيامة بتسليم حصة من النفط تتحول الى حساب الامانات مطلوبات على الاقليم ومستحقات يعني سير مرطي المطلوب نعم مر علي سلف نعم اذا كانت الاجمالي السلف والامانات اعلى من التخصيصات المرصودة للموازنة يجب اعادة المبالغ يعني البرلمان العراقي عندما يشرع قانون الموازنة يعطي تفويض بالانفاق من خلال الحد الاعلى اللي هو التخصيصات المالية هذا التخصيص الاجمالي كيف يحصل الاقليم على هذا التخصيصات يقوم ببيع النفط نعم ضمن سقف التخصيصات نعم واذا لم يصل حد الاعلى لارادات النفط للتخصيصات يتم تسوية الموضوع من خلال سلفة يعني قرار المحكمة الاتحادية لم يشر الى عدم ارسال الاموال عدم صرف الاموال نعم فبتقديري يمكن تجاوز هذه المحنة من خلال جهة فنية متخصصة بعيدا عن الطعن بالمحكمة الاتحادية قرار المحكمة الاتحادية لا يجوز زين ان يكون الاموال المرسلة اعلى من التخصيصات المرسلية تغيراتك هي اعلى الو لا اقل ترجمة نانسي قنقر